السلام عليكم و اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله على قناتي وقناتكم كويزين كغعمال كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ديالكم انتم ما كتشاهدوا الفيديو ديالي كنتمنى لكم فرجة ممتعة وكنتمنى لتنل الوصفة ديالي الرضا ديالكم ما تنسوش تشاركو في القناة فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي بغتاجوا الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم لتعوا مفايدة على الجميع الوصفة دياليوما وصفة ديالكيك ناجحة كيك ولا ارواع ولا الاد ما تشبعوش منو وصفة جديدة ان شاء الله اجيوا معي نشوفوا المقادر وطريقة التحضير بالنسبة المقادر ان شاء الله هنحتاجوا البيضات هنحتاجوا الكاس اللارب ديال الزيت غنه يحتاجوا الكاس ديال continuفق hilarious غنه نحتاجوا كيسان ديال الدقيق غنه يحتاجوا خمارات الفانيى واججد ديالي الساشي ديالككو المجموع ثلاثة ال �بار بمبي ديالككو واه محتاج يحب لعب معمكن ان منو وتح있는 الماء ساخن غليان غنه ناخده الريصيديونا sans flankانر غنه نعفزو صدر جوج عن الكاكاو غنوضع معاهم كاس اللارب دي الماء اللي سخون طيب طيبناه غليناه غنخلطو جيدا الخليط وغادي نوضع واحد الساشية دي اللافاني معاه تسبق اختيارية وغنخلطو جيدا تتنساجم العناصر دينا ويدوبلين الكاكاوف ديك الماء دينا ومن بعد غادي نضيفو كاس اللارب دي الحليب او اللي دي اللابن اللي ما عندوش البن يدير الحليب اما الوصفة الاصلية فهي بالبن وكتجي رائعة جدا انا ما توفرش عندي البن تقادا دونك استعملت الحليب في بلاستو كما شفتو معايا كنحتاج غادي نضيف دب الحليب وغادي نخلط جيدا هات السوائل اللي عندي وغادي نضيف الجوج بيضات يعني ما نقدرش نوصف ليكم اللدة ديال هاد الكاكي يعني اللي جربو غا يعاودي جربو يعاودي جربو وتتحمر الوجهي لابا وتتوجدوها لضيافكم وفي نفس الوقت ما كتتتفرحوا باوليداتكم رائعة واتعجبهم بزاف على ضامانتي وجربوها واردو علي الخبار كنخلطو البيض ديالنا لها الشكل هذا ايه بالفوي عادي ما كنحتاجو حتاشي تعقيدة في هاد الكاك هذا غادي نضيفو الزيت بالتدريج مع التحريك بطبيعة الحال من بعد ما غا تنسى جملينا العناصر اللي عندنا ديال البيض والحليب والزيت وباقي المقادر غادي ناخدو اه تقيق غادي نوضعو فيه اه ليسا الشي ديالنا ديال الخمارات جوج او لا مهم مجموعة تتكون اه 14 جرام او لا 16 على حسب النوع اللي عندكم تشوما ديال الخمارات وكنتضيروا قبيصة ديال الملح كتضيفوها لتقيق يعني النواشيف وكتخلطو وكتغربو الكل يعني من الاحسان ان دقيق يتغربو فاش نكونو سنصاوبو الكيك نغربوه دقيق باش ما كيجوناش هدوك الكويرات البيضاء فاش كنكونو اه كنقطعو في الكيك كيبانو لينها الكيك ما كيجوش لا في المنظر ولا في الماكلة ديالو كيجي لديد كنخلطو جيدا دقيق ديالنا كندخلوه مزيان اه فهذا في العجين ديالنا ديال الكيك حساسا نكملو الكمية كلها وغادي بعد ما عادي نسجمو العناصر كاملين ديال الكيكا ديالنا غادي ناخدو واحد معلقة ديال الخل معلقة صغيرة ديال الخل وغادي نضيفها في الاخير اه قبل غادي نوجدو ليفروي غوج اه نسيت ما تكرتشون في المقادر اه تقدروا تديروهم بتنوعين تقدروا تكتافوهم كما أنا درت في الفرامبوز تقدروا تديرو ليسو غيز يجيو زبينين بالزاف هالوصفة أنا ما بايش نديرهم بايت نديرهم في وصفة أخرى ان شاء الله ذاك شي باش قررت أنا ندير الفرامبوز كونجلي عندي وغادي موهم مدرت ثلاثة أربعة ديال الكمية وتبقى لي واحد شوية باش نزين ونخلطو جيدا ومن بعد غادي نضيف كما قد لكم مع القادية الخل صغيرة باش تخلي لي القاوة ميجي مهوي وجي الكيكا مفشفشا ومديش متقصا وتقدر تبقى حتى يومين في التلاجة ولكن هاد النوع الكيكا مكان نصحش بي انه يبقى في التلاجة بالساف خصويت سهلك غالبا يومين لحقاش فيه الفخوي كيتلقو الماء وفيه لكريم الوسط وفيه بساف غادي ندلوا واحد الكريمة غادي نضعوها في وسط ديال الكيك كما شفتوا معايا غادي ناخدو هاد الكيك نضعو في التلاجة ونرجعون نصابو لكريم ديالنا غنحتاجو لاربعة ديال الحليب جمع القبار ديالسكر سانيدا ومعلقة كبيرة ديال كاكا وبومبي وغنحتاجو المعلقة كبيرة بومبي ديال هذا البودغ ديال باتيسياغ من الأحسن تدروها بهذا المقادر تجي جارية ولكن ما تخافوش من نارة هي اللي كجيزوينة في هاد الكيك هادي يعني لقدرتوها تقيلة را ما غاديش جيزوينة دي من تقلاوس لكيك هادية اللي كتجي هادية كيشربها الكيك كتجي بحجي سوس في الوسط ديال الكيك يعني الكيك كيجي مشرب من الداخل وقومي متون فاش كتقطعو كيبداها هوها بطيعني كيعطي داك المنظر زوين ممكن ناخدو واحد لهذا مني كانت ديوها فوق النار تغلى كان نحطو واحد القالب ديال أنا استعملت شي ثلاثة وعشرين تاربا وعشرين سنتيمتر باش جيني ما جينيش عالية بزاف جيب داكش كلي وريد يشتو في الأول كان نوضعو النصف الأول ديال الخالي ديال الكيك ومن بعد كان نوضعو الكخيم كيما شتو جارية را ما غطيتها را ما غطيتها ما دفلاتة حاجة وحطيتها ايه تبرد لي واحد شوية ما يعني تل قشرة ديالها رقيقة ما تكونت لي الشي قشرة اللي خيبة يعني القوام ديالها كان بحل شي صوص جارية من الأحسن بلا ما تزيدوا يعني ديروا هاد المقادر اللي عطيتكم ما تتقلوهاش را ما غجيش تزوينا وهذا وكان وضعو كيما شو الفخون بوزعة تحل ما بقاش متكتل وكان كملو البقية كان كوبوها من فوق وكان كونو سخن الفران على درجة ديال حرارة ديال مية وستين تيال مية وسبعين دراجة المدة ديال أربعين دقيقات الخمسة واربعين دقيقة باش كاتبنا هاد الكيك هذا ومن بعد من كان خرجوه كان زينو حسب الضوق ديال كل واحد كيزينو بالضوق ديالو ومن الأحسن ما نستهلكوهاش في نفس اليووم نستهلكوها الغد يعني نصوبوها اليوم وadıستهلكوها الغد ليه كتكون شربات وكانتكون عناصر ديالها كاملين هي من primera جوات بجوامتاً تباتي التلاجة تبرد تبرد مزيان أولا تبردوها مزيانع نصاوبها الصباح او تستهلكوها في العشية مثلا أن لا تصاوبو غيرا تبرد وها ديال نتائجا النهائية وكنتمنى تكون عجبتكم هاد الكيكا هادي وتجربوها ان شاء الله لوليداتكم وتفرحوهم علاش الله وتكون عجبتكم الوصفة والسفتولة والقاليل من هاد الفيديو الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله ووصفة جديدة باذن الله الى اللقاء